اشتركوا في القناة مع برنامجكم الأسبوعي فتاوى من أرض الشام السؤال الأول ما حكم لبس البنطلون الضيق للرجال؟ طبعا بالنسبة للبنطلون أو السروال كما في اللغة العربية نؤصل المسألة لا مانع من استخدام أو استعمال المسلم لأي لباس يستعمله الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس مما أهداه إليه أهل اليمن وكانوا على الشرك قبل أن يدخلوا في الإسلام أهل نجران وغيرهم والمقوقس عظيم القبط في مصر أيضا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ومنها اللباس وكان له جبة شامية وأهل الشام يعني لم يكنوا مسلمين أنذاك وإنما كانوا فيهم الروم وكانوا نصارى وشيء من اليهود فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس مما لبسه قومه ومما يهدى إليه بغض النظر عن نوع القماش وما أشبه ذلك المهم المسلم أن يلبس اللباس العريض الفطفاض لا يكون ضيقا محجما للجسد فإذا كان هذا البنطلون كما قلنا يعني واسعا نعم فطفاضا فلا بأسه بلباسه أما أن يكون ضيقا فعلى حسب هذا الضيق إذا كان ضيق متوسط فهناك كراها سواء في لبسه وخاصة أيضا أثناء الصلاة والسجون أما إذا كان ضيقا شديد الضيق يعني وإذا أضيف إليه فتى في سن الشباب يعني في عمر الخمسة عشر إلى العشرين وعشرين فيتأكد ذلك حتى يصبح حراما حتى يصبح حراما لذلك مسألة اللباس مسألة كما قلنا يعني الأصل في اللباس إذا كان فطفاضا واسعا فلا مانع من لبس أي نوع من أنواع اللباس أو السياب وإذا كان ضيقا كما قلنا ضيق متوسط كراها هناك كراها إذا الضيق شديد فهناك تحريم يعني يصل إلى الحرام هذا بالنسبة لما يتعلق باللباس وهناك تفصيلات أخرى السؤال الثاني الذي وردنا من أحد الإخوة المستمعين يقول يجتمع الأسرة الرجال والنساء من القرابة طبعا الأصهرة يعني والأولاد زكور وإناس فيجتمعون ويكون بينهم أحيانا تبادل أحاديث وشيء من الضحك وما أشبه ذلك فهل هذا جائزون الجواب يعني قضية الاختلاط بين الزكور والإناس من غير المحارم طبعا يعني من نسبة للأصهرة وزوجات الإخوة والأخوات وما أشبه ذلك فهؤلاء ليسوا من المحارم ليسوا من المحارم زوجة الأخ مثلا أو صهر الأخت مثلا ما أشبه ذلك ليسوا من المحارم فالاختلاط الحقيقة يعني لا يخلو من كراها وقد يصل إلى الحرام إذا كان هناك تجاوزات من ضحك وزينة مثلا وعطورات وما أشبه ذلك يصل إلى الحرام أما إن لم يكن كذلك ما في ذاك التبرج مثلا ولا عطورات ولا زينة ولا ضحك وحتى الكلام يكون نادرا بين الزوج وأخت زوجته مثلا أو البنت وصهرها وكذا فإن كان بالضوابط لا يخلو من كراها الأصل أن ينعزل الرجال عن النساء لكن الله أعلم بعض الناس يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم فينعزل الرجال عن النساء لكن الحقيقة في كثير من الأماكن ما يستطيع أن ينضبط هؤلاء الأهل والعائلات ما يستطيعون أن ينضبطون فربما حصل تجاوزات فإذا كان كذلك فالأمر خطير في الصحيحين عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله فرأيت ألحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحم الموت وألحم كما قال علماء اللغة هم أقارب الرجل بالنسبة للمرأة يعني الكنة أقارب الرجل أخوه يعني وأبناء عمومته وكذا وبالنسبة للمرأة أي نعم العكس صحيح فإذا كان كذلك يعني كما قلنا قدر الإمكان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان بضوابط فهو من الصغائر يعني فهو من الصغائر ويستغفر الله الإنسان وأما كما قلنا إذا كان هناك تجاوزات وضحيك ونكات وشيء من زينة مثلا وشيء من تبرج وأطور كذا فيصير حراما يصير هذا اللقاء بين الرجال والنساء يكونوا حراما والله تعالى أعلم السؤال الثالث السائل يقول عندنا يتيم هو ابن جيران وهو يتيم فهو تربى في بيتنا تربى في بيتنا قول هذا السائل أنا عندي زوجة وعندي بنت وهذا اليتيم يعني بلغ ثلاثة عشرة سنة من العمر وعندي زوجة فهل واجب عليها أن يعني تلبس النقاب وتلبس القفازين مثلا الكفوف والجوارب وكذا وابنتي كذلك وهناك صعوبة ومشقة فهل هناك من اسم إن لم يكن كذلك الجواب بالنسبة لهذا اليتيم طالما أنه ما رضع من هذه الزوجة التي عاش أو تربى في بيتها ما رضع منها نعم وليست هي من محارمه ليست من محارمه فالحقيقة يعني لا بأس أن يتربى في هذا البيت حتى يعني قبل سن البلوغ يعني في التاسع أو العاشر من عمره نعم لو بقي في البيت ممكن يعني يعامل لكن بتلبس هذه صاحبة البيت تلبس الخمار على الأقل خمار الرأس وما تلبس أي شيء قصير أو كذا تلبس إذن تظهر وجهها وكفيها لا بأسها بذلك وحتى تظهر قدميها لا بأسها بذلك والبنت كذلك أما بعد ذلك إذا بلغ سنتين عشرة سنة أو ربما ثلاثة عشرة سنة كما في سؤال السائل فهذا في الغالب ثلاثة عشرة سنة أنه بالغ وأنه يعني يشتهي يعني النساء فالحقيقة يجب أن يعزل في بيت آخر يجب أن يعزل في بيت آخر ولا بأس أن يكرم طبعا بالنسبة للطبخ والطعام ويغسل ثيابه وما أشبه ذلك لكن لا يبيت معهم في هذا البيت نعم ويكون منعزلا في بيت آخر في بيته طالما له بيت إذا كان من الصعب ذلك من الصعب أو هم ربما يخاف أو كذا فممكن يعامل كما لو أنه ضيف كما لو أنه ضيف يعني يكون في غرفة ويوضع له الطعام وحده يعني مثلا أو يأكل هذا الأب أو الزوج معه إلى آخره يعامل كما لو أنه ضيف غريب فلا يخلو بالأم وابنتها وإنما يكون مع الأب حيث هو موجود فإذا خرج الأب إلى عملي يخرج هو حتى يعود الأب صاحب البيت فيعود معه الله تعالى أعلم السؤال الرابع ما يتعلق بضرب مطار الشعيرات من قبل الأمريكيين بـ 59 صاروخ كما صرح الأمريكان بذلك فالناس يسنون على ترامب وعلى أمريكا ما حكمه ذلك أولا نقول بالنسبة لهذا القصف بداية هل هو قصف حقيقي وكم قتل من عصابات بشار وكم دمر من الطائرات والصواريخ والأسلحة والزخائر لأنه ما من مطار بالنسبة للنظام إلا وفيه الكثير من الطائرات والزخائر وصواريخ وهناك أيضا براميل للنفط وغير ذلك فكم بالنسبة لهذه الصواريخ الأمريكان قالوا 59 صاروخ وهذا عدد كبير وكما هو معلوم الصاروخ هذا التوماهوك أسمع بأنه يعني يحتوي أو يزن حوالي 500 كيلوغرام نصف طون يعني فهذا العدد حوالي 60 صاروخ إذا سقطوا في منطقة لا بأس بها واسعة يعني يجعلون عالية سافلها فهل حصل ذلك الذي سمعنا أن الإيرانيين والنظام تباهوا أنه بعد يومين أطلقوا أو أقلع الطائرات من المطار فقصفت خانشيخون وبعض المناطق وفافتخروا بذلك وأعلنوا ذلك الإيرانيون وغيرهم إذا هذه الضربة والله أعلم ليست ضربة حقيقية وإنما هي ضربة متفق عليها ضربة متفق عليهم طيب لنتكلم بتجرد هذا النظام الذي استعان بجميع دول الشر في العالم بالروس والإيرانيين المجوث والشيعة العراق ولبنان وأزربيجان وأفغانستان وغيرهم وأتى به هؤلاء الجيوش والعساكر والأسلحة نحن بالنسبة لنا كل من يساهم في تخفيف القتل عن هذا الشعب المسكين فنرحب بعمله بغض نظر عن من كان سواء كان أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو غير ذلك فكل من يساهم بتخفيف القتل والتدمير وهذه الصوانيخ والطائرات التي تقصف وتدمر فنحن نرحب بعمله ما قلت أنا أرحب به نرحب بهذا العمل نرحب بهذا العمل ونسي على هذا العمل لكن إذا كان عملا حقيقيا كما قلنا بأنه يعني نكل بالنظام فهذا لم يحصل إذن بهذه الضربة الأمريكية بل لاحظنا بعدها القصف ازداد قنابل عنقودية وقنابل فوسفور ولكلور وغير ذلك يستخدمه النظام ويستخدمه الروس أيضا نعم السؤال الرابع أو السؤال الخامس يقول السائل قبض على رجل عند حاجز اشتبه بأنه مجرم وأنه مطلوب يعني فكم يجوز بقاؤه في السجن بدون محاكمة وبدون تقديم إلى القاضي بالنسبة لهذا الإنسان فرق بين أن يكون مشتبها به يعني يظن أنه ربما اختلف جرما وبين أن يكون قد ثبت عليه بالبينة الأكيدة أنه مجرم وأنه مطلوب فرق بين الاثنين لكن بكل حال لا يجوز للمشتبه به أن يبقى في التوقيف في السجن أكثر من 24 ساعة إلا وأن يقدم للقاضي وإلا إذا لم يكن الخبر أكيدا فيصرف هذا الإنسان المشتبه به إذا كان ثابت عليه بالبينة الآن هذا القسم الآخر ثابت عليه بالبينة أنه مثلا وقع في الزنا أو أنه سرق وما أشبه ذلك فهذا يعني ينبغي أيضا أن لا يكون هناك تأخير يعني الأصل ضمن 24 ساعة يقدم للقاضي لكن أحيانا قد يكون قبض عليه مساء الأربعة وقد يكون المحكمة تعطي الخميس وجمعة فلا بأس بأن يؤجل اليوم السبت يؤجل اليوم السبت هذا كما قلنا الثابت عليه به البينة بخلاف المشتبه به المشتبه به ممكن يأخذ عنوانه مثلا نعم ويطلب منه أن يحضر يوم السبت أما الثاني ربما يفر الذي سرق أو قتل أو زنة وما أشبه ذلك ربما يفر فلا بأس بأن يوقف حتى يقدم للقاضي قلنا إذا القاضي أو المحكمة منعقدة الأصل إذا أمكن تقديمه مباشرة لا بأس لليوم الساني نعم وإلا ما يجوز التأخير إلا بظرفين كما قلنا عطلة يومين أو ثلاثة والله تعالى أعلم السؤال السادس عندنا في الكثير من القرى في سهل الغاب وغيرها من المناطق فعندنا قضية المصافحة بين أبناء العم وبنات العم وأبناء الخال وبنات الخال والخالة وما أشبه ذلك والكثير منهم يعني عن حسنية عن حسنية هكذا يقول هذا السائل فهذه المصافحة هل هي جائزة بما أنها يعني ليست عن شهوة إنما عن حسنية أو كذا نعم هل هي جائزة الحقيقة الملامسة الرجل للمرأة والمرأة للرجل لا يجوز لا يجوز إلا في حالات الضرورة ما يتعلق بالطبابة الجراحة وما أشبه ذلك أما من غير ضرورة وجرد عادات وهذه العادات يجب أن يعني يقلع عنها الناس النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايع النساء نساء قريش نعم لما جعلت النساء في فتح مكة يأتينا جماعات وفرادة ويبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة والحديث في الصحيحين لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إنما بايعهن بالكلام إنما بايعهن بالكلام يعني بالتلفظ وليس بالمصافحة وفي حديث أميما بنت رقيقة والحديث أخرجها الإمام أحمد وأصحاب السنان وإسناده صحيح قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء البيع يعني بيعات متتالية ألا تصافحنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء إذن النص واضح أمنا عائشة تقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إنما بايعهن كلاما فهذا هو الحكم الشرعي ما يفعله بعض الناس على سبيل العادات وأشبه ذلك الحقيقة هذا خطأ يجب أن يقلع عن هذه العادات إذن قضية المصافحة بين أبناء العام بنات العام وملغني أيضا أن هناك تجاوزات أكثر أحيانا هناك ربما تقبيل مثلا بقصد أو بغير قصد ما أشبه ذلك فهذا كله حرام كله حرام فهذه البنت إن لم تكن من محارمك أيها الشاب لا يجوز مو فقط أن تصافحها لا يجوز النظر إليها نعم إلا من ضرورة أو من دون قصد من دون قصد في المسنر أحمد والسنان وصحيح ابن الحبان عن بريدة ابن الحصيب عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة هذا الذي كما قلنا أكثر من ذلك يجلس يجلسون مع بعضهم وإذا كان فيه هناك مصافحة مثلا أشبه ذلك فهذا لم يقتني بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأسى به عليه الصلاة والسلام لذلك علينا أن نتق الله عز وجل السؤال الأخير ما يتعلق به الحضانة ما يتعلق به الحضانة لمن تكون الحضانة الحضانة تكون لأم هذا المولود ذكر أو أنثى حتى إذا طلقت يعني أو مات أبوه حتى يبلغ سبع أو ثماني سنين فإذا بلغ سبع أو ثماني سنين فالإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد عندهما يخير هذا الولد الذي بلغ يعني سن التمييز والفهم والإدراك سبع أو ثماني سنين إذا أبوه موجود طبعا يريد أباه أو يريد أمه فإذا اختار الأم يبقى مع الأم حتى البلوغ وإذا اختار الأب يبقى مع الأب إنعم دائما الإمام مالك والإمام أبو حنيفة مذهبوهما متقارب إذا كان يعني يبقى مع أمه هذا الطفل أو هذه الطفلة حتى يعني الاستغناء يستغني عن خدمات أمه يعني يستطيع أن يأكل بنفسه وأن يذهب ويعود وما أشبه ذلك يعني في السنة العشر سنين أو إحدى عشرة سنة تقريبا هذا بالنسبة للحضانة طيب هناك من يسأل طيب إذا الأم تزوجت طبعا تسقط الحضانة هذه الأم المطلقة مثلا وكانت أرملة تزوجت تسقط حضانتها لمن تنتقل حضانة هذا الصبي أو هذه الصبية الكثير من أهل العلم يقولون بعد أمه إذا تزوجت تنتقل إلى أم الزوج ليس إلى الزوج تنتقل إلى أم الزوج فإن لم يكن لزوج أم فتنتقل إلى خالة الولد خالة الولد إلى الخالات يعني إذا ما في خالات تنتقل تعود إلى العمات وهكذا الأقرب فالأقرب والله تعالى أعلم وفي الختام إخواني الكرام أخواتي الكريمات لا يسعون وبعد شكر الله سبحانه وتعالى إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم بارك الله فيكم فتح الله علينا وعليكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله